توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالشكر لملك الأردن على رعايته لمختلف جوانب العلاقات الثنائية مع مصر وبخاصة العمالة المصرية في المملكة جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقصر الحسينية وذلك في إطار الزيارة التي يجريها مدبولي لعمان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة حيث أعرب العاهل الأردني عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنصيق متواصل مشيدا بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأعرب ملك الأردن عن ترحيبه بما تم التوافق عليه اليوم بين الوفدين المصري والأردني من موضوعات تعاون مختلفة مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر